مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة ارتفاع على درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت طقس صيفي عادي إلى حار نسبي أول أيام العيد وطقس معتدل ليلا مشاهدين فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقلية مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على القراءة الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى ستؤثر على المملكة يومي الجمعة والسبت لكن إن شاء الله يوم الأحد هناك كتلة أبرد قليلا يعني يومي الجمعة والسبت في ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويوم الأحد إن شاء الله انخفاض قليل على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء صيفية معتدلة درجة الحرارة الصغر المتوقعة في عمان 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يومي الجمعة والسبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأجواء الصيفية اعتيادية إلى حارة نسبيا خاصة حارة نسبيا في الأغوار والعقبة والبادية والسهول الشرقية العظمى المتوقعة في عمان بحدود 30-31 والصغرى المتوقعة بحدود 20 أجواء صيفية عادية نهارا وصيفية معتدلة ليلا أيضا السبت الحرارة ما بين العظمى المتوقعة في عمان ما بين 30-31 والصغرى 20 يوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية الحرارة المتوقعة 29 يوم الأحد 29-30 بينما الصغرى بحدود 19 درجة معوية والأجواء بالليل تكون صيفية معتدلة الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة في المناطق الشمالية إربت 33-21 عجلون 31-19 جرش 33-22 المفرق أجواء حارة نسبيا في جرش والمفرق 33 المفرق العظمى والصغرى بحدود 20 درجة مئوية المناطق الوسطى أجواء صيفية معتدلة إلى حارة نسبيا أو صيفية عادية إلى حارة نسبيا البلقاء 31-21 مأدبة 30-21 عمان 30-20 والأجواء حارة في الأغوار البحر الميت 39-28 حارة نسبيا في الزرقاء العظمى 34 وصغرى 21 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء صيفية اعتيادية في النهار وصيفية معتدلة أثناء الليل الكرك 31-21 الطفيلة 30-21 الشراء 28-18 إمعان حارة نسبيا 33-22 والعقبة أجواء حارة العظمى المتوقعة 40 بينما الصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية المناطق البادية الشرقية أجواء حارة الأزرق 38-22 الصفاوي 38-22 والرويشد 38 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامي ونتمنى لكم ألقاتا سعيدة وعياذا سعيدة مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة